يعني أنتوا حكاية الشتاء والصيف عدكم بالصيف الصيف في بغداد نحن بالصيف نعاني من الكهرباء والموية نعم وبالشتاء نعاني من المجاري فهذيني ما تعتقد اليوم يرادلهم يعني خطط مباشرة بطريقة أو بأخرى تخلص البغداديين وبالذات أتكلم هنا عن المركز أنت الخطط المباشرة يعني أنت بغداد مو صغيرة بغداد شبيرة بس مو تغرق نصحة عني من أول زخة مطار لا حسنت تقارن بغداد هس قبل مثل قبل كم سنة لا حسنت إذا تشوف إحنا بأيام المطار إحنا أعضاء مجلس محافظة ننزل للشارع وهي مدراء دوار المجاري إحنا دم نتابع بس قلت لك مناطق ما بها مجاري يعني شون تريدت حلها يعني المناطق ما بها مجاري تقصد المناطق التي تحولت من زراعية إلى سكنية لا 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 ستعدك مناطق سكنية طابوا ما بها مجاري غير مخدومة صالها شغل يعني مثلا سكنية سكنية صارة نعمة يعني مثلا شغل 20 سنة مثلا أي تقريبا جريمة طبعا وين كانت مجالس المحافظات والمحافظين السابقين حتى والله منطقة 20 سنة طابوا ما بها مجاري لا أقول لك صوت المواطن صعب يوصل ملاحظات ترتقي إلى حد تجريمهم أم ملاحظات يعني تصل إلى حد معين لا لا كل شي ممكن كل شي إيه والله أنا أحكي لك عن نفسي إحنا الفاسد اللي نشوفي فساد أكل جاء النزاهة نكتب بيه للنزاهة